أعلن المقرر الخاص والمعني بوضع حقوق الإنسان في إيران جويد رحمن أمام المجلس التابع للأمم المتحدة أن نطاق الجرائم في إيران يشير إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية لا سيما الجرائم ضد الإنسانية وقد ورد رد المبعوث الإيراني إلى مجلس واصفاً للدعاءات بالتخيلية واعتبر أن هناك تعمداً لاستهداف إيران في المجلس وقد فرضت الحكومة البريطانية اليوم عقوبات على قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني وبينهم من قالت إنهم مسؤولون عن إدارة استثماراته المالية وتأتي تلك العقوبات على خلفية تمويل القمع الوحشي للاحتجاجات على حد تعبير وزير الخارجي البريطاني جيمس كليفرلي كما شملت العقوبات أيضاً خمسة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية في الحرس الثوري وقائدين كبيرين في الحرس في محافظتي طهران وألبرز وكذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة سادسة من العقوبات تستهدف شخصيات وكيانات في إيران على صلة بقمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة كما أضاف الاتحاد الأوروبي ثمانية أفراد وكياناً واحداً كلهم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى لائحة العقوبات ومع سن الحزمة الأخيرة بات الآن 240 فرداً وأربعة وثلاثون كياناً يخضعون للعقوبات الأوروبية التي تشمل منع سفر وتجميد أصولها اشتركوا في القناة